موسيقى 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 ويصوبوا بواحد الغريبة هي حكمة نقولو احنا البلدي دينا ملوزة غير هي غتكون يعني محشوة بواحد لفغص ديال المشماش غريبة هي كتبلك مشقة فيها سكر غلاسي سبيسيال ولكن من لي كتتاكلي وكتعضي تيبلك في عطرفة ديال مشماش مأسل ام ويسر غت تعطينا تاريخة قوتي ديال العقدة ديال اللوز كيفاش ممكن نبغيب الكوكا ونحضروها وجيف نفسها بحال نفسها جديدة هذي ان شاء الله ورخيس بالنسبة الكوكا والرومي يعني دير عشرين درهم من الكيلو انا كتجين بحال لوز اه تمان ديلو خيالي فالأي بادي حنا مقبلين على العراس والمناسبات الله يكوف الأول ناس لما عندهم مشاير إمكانيات فما يحرر يعودوا بالتاريخ طيب تفضل ان شاء الله ناخدوه كيلو ديال الكوكا والرومي داك الكبير وغدا نحاولو باش نعملوه في الكسكاس نغسلوه بعدا من الغبرة وغدا نديروه البرمة والكسكاس هاد البرمة عشان نعملو فيها طريفة الحامض شوية الفاني والماء طريف ديال الحامض تقريبا نقولك نص حامضة في حركك حيت باقي غادي يتعاودي تبخر عاو تاني بالحامض ووش ناخدوه غي القشرة ولا حتى اللوب لا اللوب بكل شيء نص حامضة تقسم نص حامضة تقسمة في الماء بحالة غدا تفوري صفة ولا شي حاجة غا تعملي شوية المليحة والفاني غا تخليه يتبخر وغا تغطي الكسكاس ببلاستيكا ما تخليش البخاري يخلش منلي تنخليه يتبخر تناخدوه تنديروه حتس تناخدو الكوكاوام منلي كتا يعني كتجي ساهلة باش تقشر سفي تن نحيد القشرة دياله هو في واحد المراحيل ولكن ارى غزال تيجي منلي تنزولي القشرة تنشد بالنسبة لعوتني البرمة ما تحاجه ديال التياب تياخوك عندك واحد خمستاشر دقائق خمستاشر دقائق ده مش مدة طويلة وبعت المرات تقلق عشرة دقائق على حسب كوكاو ولكن غليل الحب دياله اللي كانت سميكا شوية تيشد الوقت سخون حيدو الروح شراء غا تفسخي وهدى كلفة البرمة غا تعودية تخويه وغا تدري فيه غير الروح دياللوز ضروري تدري شي معلقة كبيرة ولجمعالة والماء والفاني والفاني غا تشدي ذكر الكوكاو اللي في سختي غا تعمليه في الكسكاس وتعاودي تخليه فور عو تاني المرحلة التانية ولكن المرحلة التانية في الكسكاس ايش تنعملو تنعملو دواور ديال الحامض هذا دواور تقريبا تيعمر لك الكسكاس وغا تحطي فوقه وغا تنعملو دواور ديال الحامض ورشيشة عو تاني ديال الفاني ونحط فوقه نحط فوقه كوكاو اللي احنا فسخناه هدا عندك عشرة دقيق غير غا يشم الريحة ديال الميجا غوم اللي درنا دياللوز وممطن داك الدوائر ديال الحامض ديال الحامض وديال الفاني غا تبايدو لنا غا يبقاش اللون غامق يعني داك الحامض دورو انو كيفتح اللون وغا يعطي نسمة حلا غا يباعد لك ذاك ريحة كوكاو مجادة ايه من اللي غا يفور واحد عشر دقيق سافي غا نزولو غا نحطوه في بلاطن ويكون البلاصة مهوية حيث اذا بالصيف اي حاجة غاية تحمد الضبن نحط البلاطن خليته هو غيري بالي نشوف شي ساعتين ثلاثة تسوي غدا ناخدو غدا تعمني منو انا نوريكم كيفش تعمني منو كونكاسي وبودغ وعقدة دياللوز اي نخدمو كيف ما بغينو ثلاثة ديال المراحل وتقدري تصوي بيه الماكارون غريباش قدية ومثل دي ما كتفجأ ما ان شاء الله صغير يتبعون مستمعات التكنيك اللي غا يخدمو بها ان شاء الله كل شي غا دي ان شاء الله اي نشوف ضروري اي نشوف واحد تقريبا ساعتين ما يبقاش دخل في ذاك الماء من بعد دابا غنديرو بودغ اللي تتصوي بها الماكارون فنانسي غدا ناخد غنديرو فاندو تخوة تحانة غدا نتحنو يعني منيل هذا بالنسبة البودغ هو خضر زي ما فسخنة يعني منبخر وفسخنة ما اللي غنطحنو مزيان غدا نديرو فاللاطة الفران يكون سخون شوية وغدا تنقصي عليه مهيل غدا تحطيه فاللاطة وغديري في الحاشية ديال فران طيب في الحاشية الفوق يعني الفوق الفوق عالي واللي عنده الضو تحاول تدير شي لاطة والجلاطات المهم خصوي طيب على المهل مش طيب غير ذاك البودغ غدا تنشف غير دفاف ذاك السخونية ونشف وملي تحطها تحطها بحل هارم مش تسرحها لا تحطها بحل هارم وغا تخليه بش ذاك الفابغ بحلتي يدورها في ذاك الهارم أما إلا شدة تسرحات البودغ عرفوا بأن كل لغة يوليها بحلس اللغة يتحرق بحل دقيقة خاصة من اللي تحط البودغ تحطها وهي عبارة عن هارم وتخليها تنشف مر مر تحركها بصبعاتها بشوية ولا بسبالتول بما يعني بحلا تدخل فيه هاداك التنفية مجنبه كاملي ويبقى دايما مجموع غا تخرجها هادي بودغ هادي قديري بالي مكارون حلقة تخرج ان شاء الله نديري المكارون في لانسي عندك تقريبا شو نقول لك عشرة دقائق ما كامليش ولكن النار مهيلة مهيلة هدا بالنسبة للبودغ بالنسبة للوزكونكاسي احنا غادنا نحولوه قلنا كوكاو غناخدو غنضيرو نيت في الماشين في اندوتغو علشانا تنقول هكو زع ما كان ديك اللي ضغياءة كتسهل علينا لون باش ما تسحقش لك اسمي تول كوكاو تنعمله في الماشين تننخلط وبحلا ماشي هي عيني ميزانية غير تنشوف يكونها كونكاسي تبالية غير تهرمش تناخدوه وتنديروه في نفس الميطود اللي عطيت النبلولة تنديروه في اللاطا وعلا شكل بحل هارم غير وما يكونش عالي هارم يكون غير بين وبين تندخلوه للفران كيسا غيدخل في الفران عاودة اه يدخل الفران نار مهيلة وفران ما يكونش سخون بزاف تننخليوه تيباليك يعني خاد اللون دهبي هادا ما فيش صعوبة ماشي بحل بوضة بوض غير نشفات مشكلة ولكن بالنسبة لكونكاسيلا غير تولي اللون مدهب تنخرجوه وتنغربوه على ثلاث المراحل نبلولة بوصيار باش يهبط لنا الغليد نبلولة التاني الرقيق اللي تنديروه في الدقيق والثالثة غات ينبوه تدخليه في صابلي ايا فركنت تعطيت حلوص فلية ولكن هاد كونكاسي مهم علاش الزين هو اللي تيبان بيان في بنسبة الصابلي كونكاسي مهم هادك اللي تيتباع تيتباع غلايد ما كتا ما كتا اخديج منوه الرقيق لو لو غلايد تيجي فوق صابلي ما تيجيش مزيان لا ولكن هادك تختاري منوه الرقيق لانا صوبتي بيدك بيدك طحنتي على حسب القياس اللي بغيتك بالنسبة لقلنا البوضة وقلنا كونكاسي وقلنا عقدة العقدة سهلة غدر ناخدك كوكا ونشفليا غدا اما ندي عند اللي تيطحن هي من الاحسن كتا دي اللي تيطحن بالماكينة دي بحل دي الكفتة عند العطار تيخرجون منية المزيان هو السنيدة كتا دي مثلا كيلو دي الكوكاو فنس كيلو دي السنيدة ولكن قالب دي السكار غزال تهرسي تيجي غزال كتا كتا دي عند العطار ما عندكش فين غدا طحنية غدا طحنية في الدار غير هو صراحة ما تيجيش بمتياز دي العطار عندو ذاك الماكينة تيطحنها لك الجمرة تيجي مزيان يعني الكعبة ملي كتصوبها تيجي غزالها بالنسبة للعقدة قلنا كيلو دي الكوكاو فنس كيلو دي السنيدة النوب الأولى يلا طحنتي في الدار كتتحني الطحنة الأولى بلا سنيدة الطحنة الثانية تخلطيه بالسنيدة وكتتحنيه ملي كتتحنيه عبش كتديريه كحشو الكعبة أنا غنوريكم طريقة قد ضيفيلي شوية المسكة حره ويرضو بالمسكة حره را خطيره علش؟ حتي هي ضغيه كتمرر لما فهمتيش لها القياس ديالها تبغي تقولي الله نزيد النسمة ندير القياس عدي كيلو غندير تقريبا شي قبيسة والزبدة تقريبا شي ثلاثة المعالقة ديال الزبدة دايبة ولكن بغنوازات تكون دايبة ومبخر من الحليب كتعطي واحد اسمه طيبة زوينة من بعد صافي كتديري غير زبدة مسكة حره ما كتديري لقرفة لولو مسكة حره وهذا وكاينهما أنواع ديال الكعبة كتتزيد فيهم نكهات تقدريت خلطاتها باناناس يابس مطحون تيجي غزال والميجا غوم ديالانانس وكتجي زوينة كتاكل يبين خاصة اللي درتي هاد كوكاو كتتجمعي هاد الخالط غير هو بالنسبة للطريقة تنن معك بالكف ديالي باش ما نحاوش ما نخرش دك الزيت حيتي إلا خرج لك الزيت على بره في القصرية ولا في يونبول ما اللي كتبدي تديري في الكعبة وكالطيب كتنشف من الداخل لان الزيت خرجتي من اللي بدنا نخلط نحاول معك بالكف ديالي ماشينا نخدم الخليط كلها بالأصابيع كأني بحالة غنعجن بحالة نعصر شي حاجة بالكف ونبقى غادة نكمل نجمع هاد الخالط هنحطوه جانبا غنصوه بالبات ديال كابا عندنا نسكيلو ديال دقيق سبعين قرام ديال زبدة غامولي تكون واخدة درجة المطبخ معلقة كبيرة ديال سكور غلاسي ومعلقة كبيرة ديال العسل ومعلقة صغيرة ديال الملحة وصفر بيضة اللي ما بغاش يدير العسل يدير الكون فيتور يكون سائل ديال الحلوة هاد الشي تيتخلط ما تنديروهش قاسح حيتي تسمع العيالة العجينة قاسحة ديال كعبة العجينة تكون بينو بين حيتي هي صراحة ملكة التروبوزة كترتاح كترخة وإلا كانت مرخية ما كتساعدنش في الكعبة العجينة تكون بينو بين ما اللي تجيب معاها بمظهر ما ترخيهاش وما تجيش عاوتين قاسحة كتبل كتفر تتلا نجينا بينو بين نخليها واحد ثلاثة تسوية كترتاح كترتاح ضروري وكتسرحها كتشل الشمالة غالي رفيها الخدمة اه ولكن ما تنموش رالما داقو الطيبة كتجي اللي كتجي مزيانة غير هي سهلة النبلولة كتخوف بنيسبة المبتدئات كتديري الحريبيل فيه 15 قرام باش كتجي مقدودة في القياس العجينة سرحيها بالمدلك النبلولة كتبش خرجها ضروري الوراقة انا كتعجبني في الوراقة كتعاونك حتى في طلق ديال الوراقة وكتجي مستوى واحد كتديرها في النمرة الاخيرة النمرة والاخر كتخرجيها ورضي بالك انتي كتخرجي العجينة وغطع بالبلاستيك لانا كتنشف في البات من بات صافي تنحط ذاك الحربل وتن عليش قلت 15 باشي اعطاني القيز ديالكعبة صغير تن ناخد واحد البانده قطويلة تندير الكعبة هي صعيب خستشاف ولكن بالنسبة المنتدئات نحاول نغطي لاجينة وتن نضغط عليها اول حاجة تندير مليتا نضغط عليها تنضغط من جناب باش ما نخرج اللي بول ديال البرد باش ما حيت مليتين تخلي الفقعة ديال البرد ديال هو فالفرال ترتق وتشقق كتتنفخ وخد تخليها تبات لانا ما خليتيش البات اللاسقة على العقدة واحد لاسوس العقدة يلا يعني جريتها بزاف دارتي في الزبدة كتير ولا دارتي في شوية المظهر كتير إلا بانتلك مطلقة كوني علي يقين بأنا من الغطة بغت نفخ لك البات على العقدة خاص العقدة تكون بين وبين تكون شد دارسة شوية ما تكونش مرخوفة إلا كنت مرخوفة عارفة ما غتجيكش مزيان تناخد بالنسبة قلنا تناخد ذاك الحريبل اللي درنا تننغطيه بالعجينة وتنضغط عليها تنحاول نطلعها وننحاول يدي نديرهم بحل شكل واحد الهلال هذا نحاول نقوسها شوية باش نعطيها الشكل دي الهلال يديها وما اللي غادي يخليوا لي الفورما دي الكعبة يعني دي ما فيها لا تابع ولا مول ولا ولو لا غيدك ومع الممارسة سوف تفهم كيفاش إصابة غير هي أنا كتعجبني الكعبة تكون طالعة ما تنبغي هي صراحة الكعبة أنواها كنا نمكنا سيار رباطية الفاسية وكل واحد في انترتاح المنقوشة المنقوشة الرباطية اللي تعملها هي على شفاء الخدمة حيث كان واحد المنقوشة بواحد السلوات خرجه جدا بقاش دك القراث نتيقين أنا بقى تنديرها من الفوق كجرائع وكل يتيقلك لا أنا تنبغي غير سامبل سامبل هي سمحوني بالنسبة لمبتدئات زما يا ربي نكون وصلت الفكرة لانا لانا الكعبة هي خصا غير تشاف باش هي صراحة تبغي بخاتيك واخر غدا نشرح نتمنى توصل الفكرة من بعد تننطقبها بالبرام تكون يعني معقمة بالعافية تنطقبها وتنخليها تبات للكاملة وملي الدخول الطيب الفران ما يكونش سخون لانا غيوقع واحد شوك امتا تنبغي الفران يكون سخون في الغريبات لانا السخونية البرودية تشقق شي حاجة ولكن الكعبة إلا درتي الفران سخون رغدا تشققنا على فران بارد دخلوها بارد يعني ما مسخن الأول ومن قبل تنطيبها الفوق في الحاشية دائما الحاشية ديال الفران هذا هو الطيب ديالي ملي كطيب مباشرة ملي كتخرج حي دبرا ولت اللون ديالها حمر ولت بحل ضوغي فونسي ما بقعدش دك بيضا مشمع ملي كتخرج مباشرة ندهنها بالزيد اول بعد قبل من ندخلها الفران ندهنها بالزبدة باغنوازت ملي كطيب كتخرج مباشرة ندهنها بالزيد باش فقط لحافظة لذيك المعدية لها اللي هي كتنشف شوية لانا سخونة كتشرب ذاك الزيد كتعطيها واحد اللون ضوغي اللون مذهب تجي مخير يعني هادي يعني مراحل تحضير هاد الكعبة يعني مراحل تحضير هاد الكعبة وعطيناها بالعقدة ديالها بالطريقة ديال العجينة كدلك حتى باللف ومثلا نلويها للدينة جديد ربما كنت في الالوان ده بولت باللسبة للعيد الميلاد اعيد الميلاد وقديرهم صغر بزر العجين اللي كتكون ملونة ولا العقدات هي ملونة لا كديري العقدة في الميلاد مثلا ندرتي العجينة ديال الفخيز كديري تال العقدة ميلاد ديال الفخيز يعني كتمشي مباشرة في الاعياد ومناسبة ديالنا وحفلة الزفاف اللي احنا مقابلين عليها ان شاء الله انا كنتمنى لك توفيق للا ام واصل شكرا على كل هاد النصائح ما كتبخرش علينا ما كتتخبيش علينا هاد المعلومات لنا الله يلا ما نعساش مزيان تنحس بالحرقة ولكن قلت ضروري بالنسبة المستمعات وخنكون معتك وعرتش حبل المستمعات ده مغدية معك هاد صباح هاد تقول كالله شافيك يا ام واصل شكرا لك بزاف وتحيتي كذلك لكل مستمعات اللي كتبوا معنا فقرتنا